هي زيارة الأولى لرئيس رجب طيب أردوغان إلى عمان منذ أن أصبح رئيساً لتركيا التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زيارة مثقلة بالملفات الإقليمية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بالأخص الاقتصادية منها العلاقة بين البلدين تحكمها التوازنات الإقليمية والتباين في الرؤى ببعض الملفات زيارة ربما تحمل معها توافقاً جديداً وفقاً لمراقبين فأردوغان قبل وصوله لعمان ثمن إقدام الحكومة الأردنية على إغلاق المدرسة الوحيدة التابعة لتنظيم قولن هي تؤشر على استراتيجية جديدة وتنسيق أكبر بين الأردن وتركيا إزاء كل الأزمات الموجودة في المنطقة العراق، سوريا، ربما الأزمة الخليجية أيضاً وبالتأكيد القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بالتأكيد الملف السوري يحتل صدارة نقاشاتها بين العاهل الأردني والرئيس التركي خاصة ضمن معطيات جديدة على الساحة السورية منها توقيع اتفاقات الهدن والحراك السياسي من أجل عقد اجتماعات أستانا وجينيف اليوم مسارات أستانا وجينيف في الفرحلة المقبلة ستأخذ شكل مختلف عن المراحل السابقة خاصة بعد تنفيذ مناطق قفض التصعيد وستكون هناك مقاربة باتجاه الحل السياسي والحديث في مصير النظام السوري كان في السابق يقولون لابد من رحيل الأسد ثم تبدأ العملية السلاسية اليوم هناك وجهة نظر دولية تقول أن يتم ترحيل رحيل الأسد إلى مرحلة أخرى حتى يستقر الوضع في سوريا ويحتل ملف اللجوء السوري أيضا صدارة النقاشات بين البلدين الجارين لسوريا والذين يستقبلان ما يقارب خمسة ملايين لاجئ سوري حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بذلك الملف تزمنت هذه الزيارة مع زيارة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إلى عمان ولقائه بالعاهل الأردني الملفات ذاتها كانت على طاولة نقاش الطرفين اللقاء جرى قبل وصول أردوغان لعمان وركز على الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لا سيما الأزمة السورية حيث تمت الإشارة إلى الاستقرار النسبي الذي تشهده مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري لغاية الآن والمستجدات المرتبطة باستراتيجية الحرب على الإرهاب هني ماهيد آرينتي نيوز عمان